من جدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر الحقيقة إسرائيل بعد 7 أكتوبر لم تعد كما كانت من قبل هذا التاريخ موجات الغضب والتظاهرات بتخرج كل يوم بتطالب إقالة بن يمين إتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية فشل استخباراتي وعسكري على لسان زعماء المعارضة وعلى لسان كمان أغلب السياسيين في إسرائيل يقير لبيد زعيم المعارضة السياسية وصف اللي حصل في إسرائيل بأنه خطيئة وجريمة لا تختفر أبدا قصف عدواني مستمر لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين في فلسطين استشهاد الآلاف من إخوتنا وأشقائنا في غزة مشاهد لا توصف استهداف للكنائس والمساجد والمنشآت الصحية والمباني السكنية بشكل غير مسبوك ومتواصل على مدار الساعة أنتجت حالة من التعاطف الشديد في عواصم عربية وإسلامية وكمان دلوقتي بنشوف عواصم في العالم بتخرج فيها تظاهرات كثيرة ضد إسرائيل أكيد خلينا نتكلم عن إيه اللي بيحصل في الداخل الإسرائيلي مع ضفنا الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية صباح الخير على حركة أهلا الأستاذ مننا صباح الخير أهلا دكتور محمد صباح الخير بداية كده الفترة اللي فاتت شوفنا انتقاضات حادة بتوجه للكان الصهنوني على الممارسات اللي بتمارس ضد الأشقاء في غزة وشوفنا وحشية القصف وشوفنا ما يحدث عايزين نعرف الوضع في الداخل الإسرائيلي دلوقتي عامل إزاي عنوين الصحف المرشتات بتاعتهم الوضع في الشارع الإسرائيلي يعني طبعا بعد يوم سبعة بالفعل كما أصف الدكتور محمد الوضع لم يكن لم يعد كسابقي وبالفعل هناك حالة في البداية من الفوران من الغليان من الرغبة في الانتقام في التجاوز المزلة والمهانة التي تعرضت لها الدبابات والمواقع العسكرية بل وقيادة الفرقة الخاصة بغزة هذه الأمور يتم في إسرائيل محاولة تجاوزها بالتركيز على المدنيين أنا عايزة أوضح أن المدني أقل واحد فيهم معه مسدس مرخص وخمسة وخمسين طلقة يعني هذا هو المدني أنا عايزة أقول المسكوت عنه بدأ يتكشف بأن الحفلة اللي كان بيتم المدني الإسرائيلي المدني الإسرائيلي معه مسدس وترخيص وترخيص وأيضا خمسة وخمسين طلقة تطيح له قدرة معركة وليس الدفاع عن نفسه هو مستوطن مستوطن يعني حتى وفي النهاية هو مستوطن أو جندي في الاحتياط صحيح فبيشيل أم سكستين اللي هو رشاش متقدم أمريكي فبالتالي التركيز على المدنيين هذه الرواية الإسرائيلية يجب تفندها أمام العالم فضحها الأمر الثاني أن مدير مكتب نتنياهو يبدأ يتكلم يقول الحفلة دي هي سبب المشاكل سبب الفوضى اللي إحنا فيها دي الحفلة فهو فيه مسكوت عنه مشرادين يتكلموا عنه الأمر الآخر أن تضح أن هذه الحفلة لها تأمين وأن التأمين ده اشتبك مع الجنب الآخر فهذه الأمور قد توضح الصورة إذا ما تم التركيز عليها في البداية كان ممنوع أن الأسرة عائلتهم تتكلم أن يعبروا على رأيهم أن يحتجوا بدأ بالتدريج كرة السلج تتدحرج وبدأت العائلات تقيم مظاهرات أمام مظاهرة الدفاع مما اضطر نتنياهو الاستقبالهم والإنصاط إليهم لأنه ليس فيه أهداف العملية المزمع قيامها ضد غزة الإفراج عن الأسرة فبالتالي ده إزدواج المعايرة عند إسرائيل لما كان فيه جندي واحد اللي وجود جلعات شليط تافعوا الثمن فوق الألف ألف فلسطيني لما كان فيه في الأردن محتجز من المخابرات الإسرائيلية تم الإفراج عن الشيخ أحمد ياسيد فهنا يبين أن فيه مخطط أكبر وأن فيه زريعة إسرائيل بتحاول تستخدمها لكي تمررها لنا نكتور أحمد من اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تم تشكيل حكومة حرب وحكومة طوارئ وبدأ تصدير صورة للعالم أن إسرائيل صف واحد وأن فيه جبهة واحدة الآن لازم نلتف عشان ننتقم وعشان صورة إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هل الصورة دي حقيقية فعلا؟ أن المجتمع السياسي الإسرائيلي يقف صف واحد وراء نتنياهو ولا بنشوف أصوات بتطالب إقالته أصوات بتطالب المحاسبة حتى الآن وهم في رحضة حرب يعني تم إعلان الحرب في الكنيسة بشكل صريح صحيح المشهد داخليا في إسرائيل هل هو مشهد استفاف والتفاف بالفعل حول القيادة العسكرية والسياسية؟ ولا مشهد فيه نوع من أنواع المعارضة ونوع من أنواع المحاسبة كمان؟ هو البداية كانت مزايدات لدرجة أن رئيس إسرائيل ومنصب شرفي تم توسعة صلاحياته وفي هذا إقالة عملية لرئيس الوزراء تم توسعة صلاحياته تزوج على حساب نتنياهو لكنه كان بيتخذ مواقف متشددة بمعنى أن المدنيين في غزة يمكن استهدافهم طالما أنهم لم يزيحوا حماس وطبعا دي كذبة كبرى لأنه ما فيش حد بيقدر يزيح حد يعني فكان هم أزحوا نتنياه وحماس بيتمثل فكرة المقاومة يعني صعب أن تزيحوا فصيل مقاوم للاحتلال زي ما أوكرانيا محتلة وإحنا بنقول يا عالم دعاموا مقاومة الاحتلال الروسي لأوكرانيا طبع ما هي فلسطين دولة أنا عايز أوصل للمجتمع الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي بدأ يتغير بدأ يقولوا المجموعة بتاعت أسلو تطلع تاني اللي هم كانوا مهمشين المناصرين اللي وصلوا والمصار ده هو هو اللي بيحقق أمن إسرائيل يعني يا دكتور محمد دي والخلاف حوالين إزاي نحقق أمن إسرائيل مش من باب الأخلاق ولا القانون الدولي إنما المصلحة بتاعتنا اليسار بيقول كده تمشوا ورانا في مصار أسلو اللي هو ندي الفلسطين أفق لأن فيه إمكانية لحل السلم إن فيه في الأفق كحديث عن دولة فلسطينية الحديث بقى يكون أقل من دولة وأكتر من حكم ذاتي إنما يبقى فيه أفق فيه مفارضات إنما دخلنا في مستنقع فيه بن جفير فيه سموتريتش فيه اقتحمات للحرم القدسي فيه تدنيس للحرم القدسي فيه اقتحمات للمخيمات فيه تدمير البنية التحتية للمخيمات اللي في الضفة اللي مفيهاش حماس فابتدوا بتاع أصلوا دولة يظهروا اللي هو منتوا كنتوا بتقولونا إيه كنتوا بتقولوا إحنا ماضينا أصلوا وفيه خسائر لسه بتحصل بين الإسرائيليين لهم طب كواه سوي إنتوا في يوم واحد مات خمس أضعاف سنوات أصلوا نعم كان في الفترة اللي فاتت انتقادات حده بتوجه لنتنياهو لأنه لغاية أسبوعين مثلا من بدء الحرب على غزة كان لم يعترف أبدا أن هناك تقصير ولم يلقي باللوم على نفسه وعلى الإطلاق وكله دايما كلام مرسل على أفراد أو أطراف أخرى ولم يلقي باللوم على نفسه وده كان بيواجه بانتقادات حده من قبل الشارع الإسرائيلي هل ده مازال مستمر بعد يعني الاجتياح الغاشم اللي بيحصل لأهلنا في غزة طبعا نتنياهو قولا واحدا مستقبله خلفه بمعنى أنه كانت محروق أنه هو بطة عرجاء أن حتى وزير دفاعه ورئيس أركانه تم الإطاحة بهم عمليا بالاستعانة بجانتس وزير الدفاع السابق وبإزن كوت هو استعانت بالجنرالات لياقودة وساب يقير لبيت زعيم المعارضة وساب أفكدور لبرمان السياسي صاحب الخبرة فبالتالي وهمش بن جفير برضو أطاح به عمليا فهذه هي الصورة حاليا حكومة الطوارق تحاول ترميم الصورة تحاول أن تكون هناك قدرة على الردع تحاول ترميم الصورة فين؟ في الشارع الإسرائيلي ولا تحاول ترميم الصورة المصدرة للعالم لأن تختلف تماما أهم حاجة عنده ما حصلش هجرة عكسية خارج إسرائيل هي إسرائيل قايمة على الردع وقايمة على الهجرة أنها تأتي إليها هجرة ففي مجموعة داخل جيش الاحتلال مرتزقة هم مش يهودة لحاجة وجايين فوق الخمسين ألف واحد دول يقولوا بدون عائلة ومش يهود في نفس الوقت فيه مستوطنين كده هو جاي الأسباب الاقتصادية فمش عايزوا يعني يجري مش عايزوا يترك إسرائيل كلها والأول مرة بيلاقي خيام عند إيلات معسكرت هي المستوطنات اللي في غلاف غزة اللي راحوا عند إيلات وكمان الشمال انضغط لتحت فابتدت الهواجس لدى الجانب الإسرائيلي ذهذا الرأي العام الإسرائيلي خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية أنها تراجع نفسها لدرجة أن فيه أصوات في الداخل بتعرب عن قلقها من أن ينفض بايدن يده عنه يعني نتنياهو فاست نتنياهو متهم بأنه مرر الغواصات أنه أخل بالتوازن ومقابل منفعة شخصية يعني وافق لألمانيا للشركة الألمانية والألمانيا أنها تخل بالتوازن في المنطقة فبيقولوا إحنا بنسمع أي حد معنا نتنياهو بنفضق أي حد خارج إسرائيل فحاليا دلوقتي بيقولوا يا بايدن ده مين اللي بتكلم الجارديان وعمل صدى مبارح في إسرائيل قوي جيد الجارديان بتقول يا بايدن أنت نتنياهو بوراتك مصالحنا تبقى فيه خاطر راجع نفسك إحنا مش عايزين نخش في الموضوع نتنياهو هو أكثر أو أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في الحكم يعني هو حكم 16 سنة لمدة 6 فترات وكان بيعد دائما المجتمع الإسرائيلي أو الإسرائيليين بالرخاء والتقدم وغيره فحضرتك بتقول خلاص إحنا دلوقتي في مرحلة ما بعد نتنياهو بعد الحرب ما تنتهي يعني وانتهى مستقبله السياسي خطورة الفكر اليمين المتطرف وحابب وجود حضرتك معنا حتى نعرف السادة المشاهدين ونعرف كمان لأنه أفكار اليمين المتطرف هو شكل حكومة متطرفة جدا أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل في نظر للقضية العربية أو في نظر للفلسطين يعني أغلب الوزراء بنغفير أو غيره زي ما حركت ذكرت لا يعترفوا إلا بإسرائيل الكاملة مثلا الضفة الغربية دي حتى هي تبع إسرائيل خطورة هذه الأفكار وخطورة تمرير هذه الأفكار سياسيا برأيها أشكرك يا دكتور على السؤال لأن إحنا التاريخ ما بدأش يوم 7 أكتوبر عشرين تتاع الشيء إسرائيل تروج لذلك تزعم ذلك إنما هو بدأ لما كان فيه حركة كاخ أسسها مئير كهانة والقانون الإسرائيلي نفسه قال إن هذا عنصري يدعو العنف وأزحوه دلوقتي إحنا عندنا عشر عشرة مئير كهانة وبقوا وزير أمن قومي وبقوا مسؤول عن الأجهزة الأمنية اللي كانت بتطلع حكم يعني فيه قطاع اسمه الإرهاب اليهودي داخل الشبك هو حاليا اللي كان ملاحق وخطر على الأمن فهذه هي النمزج التي نتعامل معها عايز ألفت النظر إلى كتاب اسمه شريعة الملك شريعة الملك يشارعن ويبرر رفق الهلخاء اللي هي الشريعة اليهودية قتل أطفال وإذا كنت أنت رحيم يعني إذا شفته بيغرق ما تنقذوش ده في وقت السلم إذا حسيت أنه لما هيجبر هيمسل عليك خطر اقتله إذا كان لا ينفذ وصايا ابناء نوح اللي هي عدم التعاري عدم عبادة الأصنام اقتله فالعلم يجب أن يعرف أنه هو بيتعامل مع الجوييم اللي هم الأغيار وليس حماس وليس الفلسطينيين وليس العرب حضرتك ده اللي بيحصل كمان هم عندهم جندي قتيل أفضل من جندي أسير اللي هو البروتوكول الخاص بـ هانيبال هانيبال دي 2003 المخابرات الحربية الإسرائيلية رقابة العسكرية سمحت بأن نعرف أن في حاجة اسمها هانيبال أن نضرب بالدبابات والأسلحة السقيلة على الأسرة والخاطفيهم يعني فبالتالي نضحى بيه وده ضد الشريعة اليهودية اللي بتقول نفس اليهودية أكثر قدرسة من السبت وأكثر قدرسة من الأرض نفسها فهذه هي المعركة الإعلامية معركة التوعية أن فيه حاجة أسمعها حقام يهودا جليك يهودا جليك من أصل أمريكي خريجي المخابرات الحربية الإسرائيلية وعلى طول بيدنس الأقصى وبيعترض على قرارات الحقامية الرئيسية اللي بتقول ما تدخلوش للأقصى حرام تخشوا للأقصى وفق الشريعة اليهودية وضد الحريديم اللي ضد الدخول للأقصى فداخل يعمل استفزازات لمشاعر المسلمين وداخل يدنس وداخل يحشد اليمين ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي خلينا عودة تاني للداخل الإسرائيلي أعيز أعرف العنوين المتصدرة في الصحف ووكاة الأنباء الإسرائيلية بيكلموا عن إيه؟ الشارع بيقول إيهنك طبعا استفزاز المشاعر واستضرار العطفة وبأن هناك مدنيين تعرضوا للهجمات وأن من حقنا بقى نخلص دم فيه مسندة دولية نخلص من المشكلة دي للأبد وتصدير المشكلة دي لحد تاني ومع دهم الأردن ومصر الحل نحن نصف القضية دي يعني التشدق بحرية الصحفة اللي كان موجود سنين بأن هناك معارضة حرة وأن هناك من يستطيع أن يهاجم في الصحفة الإسرائيلية ما فيش كلام ده الصحفة الإسرائيلية كلها ملتفة حول رأي واحد وهو دعم العدوان الغشم اللي بيقوم بي أو بيقوده نتنيا آه طبعا وبالتدريج بتحاول تتسرب تتسلل عبر مواقع التواصل عبر مزاهرة آراء أخرى إنما فيه إجماع إن نتنياو فاشل إن هو هل استقبل تحذير قبل الضربة اللقاء ما يملوش مصداقية السياسة تثبت فشلها فده مفروغ ده عنوين الصحف آه ده مفروغ منه طبعا الناس بقى الناس نفسها تدت تتحرك تراجع نفسها أكتر إن فين الوعود يعني أنا باخد فلوس عشان أقيم داخل أو بالقرب منقطع غزة لكن أمني مهدد فبالتالي طريط أهرب فهو بياخده أموال كل سنة 350 ألف شكل لكل عنصر يقيم قرب خطاع غزة لكن في المقابل لا يريد أن يموت ولا يريد أن يعيش في هذا الشلل إن دايما في ملاجئ فأصبح الاتهام بموجه لذي الحكومة إنها حكومة فشلة وإنها هتستعين كمان بعمال أجانب في عمال أجانب مكان الفلسطينيين اللي كانوا بيشتغل إن حالة الشلل دي لا يمكن أن تستمر في دولة تعتمد على الاحتياطي قوات الاحتياطي هي عماد جيش الاحتلال طبعا إحنا عندنا صور بتتكلم عن تفاصيل اللي بيحصل فيه الشارع الإسرائيلي وإن قد إيه فيه اعتراض عن يعني السياسات لأنه بيتجروا في حرب وهم حاسين إنهم مش مش مفروض يدخلوها أو إنها بتهدد أمنهم وسلامهم أو الشكل اللي هما كانوا عايزين يعيشوه في السنين اللي فاتت طبعا الصور بتؤكد بأن إسرائيل بتعمل استهتار ولا تكتارس حتى بحياة أسرارها بمعنى أن القوات الجوية اللي بتقصف بتقصف عشوائي بعطنان من المتفجرات من المؤكد إنها قتلت وستقتل أسرى من الإسرائيليين فهذه يعني معركة خاسرة إعلاميا كيف بيدرها دكتور أحمد نتنياهو لأن نتنياهو في مأزق كبير في الداخل الإسرائيلي فكرة إنه تم الإعلان رسميا الجيش الإسرائيلي إنه فيه 200 و2 أسير إسرائيلي وتم إبلاغ ذويهم وعائلتهم إن هم موجودين في غز إن برح بالليل شفنا مظاهرة أمام منزل نتنياهو والمظاهرات متواصلة لأيام المواضية ملف الأسرة لأن دي الورقة الأهم أو الأقوى والتفاوضية في يد المقاومة بيودرها إزاي نتنياهو وفي بعض الأقويل والأصوات بتقول إنه تأخير الدخول البري لترك مساحة أكبر للتفاوض للأسرة إنه فيه كمان أسرة من جنسيات أخرى في دول بتضغط على إسرائيل يعني أسرة من أمريكا ومن دول أخرى مختلفة الملف ده بيودرس إزاي داخليا وسياسيا كل المؤشرات تشيب أن هناك فعلا جنسيات أخرى وأن هناك ضباط رفيع المستوى قيادات في جيش الاحتلال داخل الأسر الغزاوي أو الحمساوي أو فصال المقاومة الفكرة إنه تناو بيحاول يهمش هذه الورقة حتى لا تكون ننصر ضغط عليه حيث أنه لا يدفع سمن فادح إنما يدفع سمن بخص فيصدر للجميع بأنه غير مكترس لكن في جمال أحوال واضح إن المفاوضات عبر الوسطاء قائمة وأن التفاوض شارس وإن في نفس الوقت الدخول البري غير آمن لو كان يستطيع بعمليات خاصة عمليات استخباراتية تخليص هؤلاء كان فعل إنما التأخير واضح إن فيه أولا مفاوضات فيه ضغوط خارجية وفيه ضغوط خارجية وإن فيه مشاكل في الهجوم البري سيكون له كلفة وفاتورة تتمثل في سقوط مزيد من الأسرة في انفجار وتدمير عدد آخر من الدبابات أمام عدسات الكاميرات فهذا سيكون له مردود سلبي حتى في من يناصرهم يحن شفنا القاهرة حشدت في مؤتمر القاهرة للسلام أصوات بدأت تراجع نفسها شفنا موقف شفنا اختراق واسبانيا شفنا اختراق للجبهة التي تحاول إسرائيل أن تحشدها ضدنا بحينا نخترقها بحينا نوصل لأرضية مشتركة بحينا نوصل مواقفنا بقوة أن خط أحمر موضوع الترحيل السكان غير مقبول أن يجب أن يكون فيه توازن فاسمعنا دلوقتي بايدن يقول حق تقرير المصير أنا طبعا مش عارف حق تقرير المصير هيتعمل جوى المقابر يعني عليه أن يراجع ضميره ويراجع مصالحه يعني هو يهدد مصالح الولايات المتحدة بسياساته المنحازة لاستمرار هذه المزارع انت ضد المدنيين المدنيين الفلسطينيين سبع أضعاف المدنيين الإسرائيليين الذين سقطوا ومعندهمش السلاح المسلح به جند احتياط أو جندية احتياط طيب الرفع حالة الطارق اللي حصلت في السجون ضد الأسرق الفلسطينيين ايه اللي بيحصل دلوقتي هناك المدنيين مثلا مقفولة عليهم ما لهمش حق التريض ما لهمش حق الشرب والأكل ايه اللي بيحصل مع المشكلة إسرائيل وكبوسة إن هذه جبهة صغيرة تحركت فهناك جبهة أخطر هي جبهة فلسطينيو 48 زي ما حركت شرطي كده الأسرق في السجون لم تتحرك أكبر هتشتعل الأمور خارج السجن وداخله الأمر الآخر ضفة الغربية والقوت الشرقية لم تنفجر برضو بانفجار شام الكبوس بقى إن يكون حد عنده مينة عنده مواني عنده مطار زي حزب الله وينخرط في القتال فالأمور ستختلف وستكون هناك خسائر فادحة لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أيضا الولايات المتحدة غير مستعدة لدفع هذه الفتوى نيابة من خمسين سنة دكتور بعد حرب أكتوبر وهزيمة إسرائيل إسرائيل شكلت لجنة شهيرة جدا هي لجنة درانات وأصدرت تقرير ألف وخمسمائة صفحة تقرير عن المساءلة والمحاسبة لكبار القادة في إسرائيل هل إحنا ممكن نشهد لجنة على غرار هذه اللجنة الفترة المقبلة وإزاي سيتم محاسبة من أفش أو من سمح بهذا الفشل الاستخباراتي والعسكري في إسرائيل يعني طبعا أنا طبعا لها الشرف أنا سهمت في ترجمة الوسائق الخاصة بلجنة شمعون أجرنات القاضي وأعتقد أن على غرار هذه اللجنة سيكون هناك محاسبة خاصة وأن هناك من نبه من 2018 جنرال اسمه إسحاق بريك وقعد يقول وينبه ويدرب نواقيس الخطر ويشعل الرنباط الحمراء بدون جدوى يقول الجيش ما فيش جهوزية الجيش الاحتلال يقف الجيش اختيارات القيادات خطأ لسنا على استعداد للتعامل مع جبهتين فهذه هي الأمور التي دفعتنا تانيا ومؤخرا لكي يقول له يعني ما الذي كنت تقصده ولما أفكدور لبنمان عرضوا عليه وزارة الدفاع في ظل هذا الاضطراب وهذه الفوضى لأن في يوم وجدنا أن كل إسرائيل مطالبة أنها تنزل في الملاجئ وترح أنه أنزار خاطئ فحاليا إسرائيل في حال ترتباج لديها كثير من الأوراق المختلطة لديها ضغط غير عادي وغير مسبوك ولعل هذا الضغط و هذا الانفجار لا يدفع سمنه مزيد من المدنيين الفلسطينيين شكرا شكرا جزيلا دايما بتنورنا وتشرفنا الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري الحديث بجماعة الإسكندرية وعضو مجلس الشؤون الخارجية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا